اروي لكم عن قصفات للمصطفى اذ قاما يوما في الجهاد منظما رص الصفوف فكم الصالات تصفهم فكأنا هم بنيان سد احكيما وتجوى للمختار بين صفوفهم فاذا بي شخص بينهم متقدما قد غير الصف القاوى مخرجه نظر الرسول اليه ثم تبساما وبعودي غصم للصفوف اعاده واعاد للصف القاويم تقوما قال الفاتع في ربقات وتمتكون يشكو الى المختار منه تألوما آلمتاني بالعودي يا خير الورا فاستغراب الجمع والغافير وهمهما ما ظنوكم ماذا يكون جوابه هذا رسول حذا خلقا عظيما فتأملوا في قائد ومجناد قد ازهر الاسلام حبلا فيهما هذا محمد كاشفا عن بطنه تفديه روحي مرسالا ومعلما يعطيه ذاك العودة دون تردد ويقولوا خذ مني القصاص مسلما واذا به في لهفات وتشوق وكأنه يروي الفؤاد من الضاما يجثو ثواد كي يضم حبيبه لم يستطع من شوقه أن يحجيما ويعاني قلبطن الشارفة بوجهه متبركا متمرغا كي يغنى ما يا ساده قد نانى حظا وافرا افهو الى ما قال حين تكلما يا سيدي اني خرجت مجاهدا وادونا جيش ياسير عرام راما لا علم لي ان كنت امثي بينكم حيا لعلي او قتيلا ربما فاذا قتلت فلست ادري موئلي في جنة او في سعير اضرما لكن جلدي مسى جلدك علني امضي وجلدي عن جهنم حرما صلى عليك الله يا خير الورى اكثر حبك في شرعين دمى صلى عليك الله يا خير الورى قد سار حبك في شرعين دمى اشتركوا في القناة